بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي متلازمة القلب المكسور أو بروكن هارت سندروم هو مضبوط إحنا بنحكي بروكن هارت وقلبه مكسور ولكن بالطب في هاي الحالة اليوم رح نحكي أكتر عنها بالتفصيل مع الدكتور زاهر الكسيح استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة العلاجية صباح الخير دكتور زاهر صباح خير أهلا وسهلا فيه صباح خير دكتور خلينا نعرف شو هو القلب المكسور يعني احنا دايما منشوف صورة القلب بتكون القلب الرسمي مش القلب الحقيقي ومكسور ومنستخدم مصطلح بروكن هارت بنفكر إنه إحنا يعني بنستخدمه مجازا ولكن طبيا فيه فعلا متلازمة القلب المكسور خلينا نعرفه ونشوف شو أسبابه صحيح صباح الخير فعليا هو وللأسف إنه فيه حالة مرضية اسمها متلازمة القلب المكسور هي ناتجة عادة عن تعرض الشخص وعادة هن إناث وعمرهم بيكون أكثر من 58 غالبيتهم من عرض ما كانوا أكثر من 58 سنة تعرضهم لضغط نفسي شديد أو ضغط عصبي شديد أو أحيانا قد يكون يعني مرض شديد مرض حاد ممكن يأدي لحالة مرضية بتأدي بالتالي لضعف عضلة القلب اللي بيحصل بهاي الحالة أنه جزء من عضلة القلب اللي هو من قمة القلب وخلينا نقول بطن القلب بيتوسع فعليا هي بتترهل وما بتتعود تشتغل كويس بينما الجزء السفلي بيظل بيشتغل بشكل طبيعي فهذا الجزء الإصابة هاي تشبه تماما الإصابة بجلطة قلبية وحتى يعني المريض لما بيجي للطوارئ بيجي بنفس الشكوى بيجي بيشتكي عادة من ألم بالصدر ألم بالذراعة اليسرى غثيان تعرق صعوبة في التنفس طبيب الطوارئ عادة بيستقبل المريض وبيعمله تخطيط للقلب بيكتشف أنه فيه تغيرات في تخطيط القلب تشابه لدرجة كبيرة الإصابة باحتشاء عضلة القلب ما الفرق إذا نفس الأعراض؟ الفرق أنه شرين القلب بحالات هذا الشكل من أشكال الإصابة متلازمة القلب المكسور الشرين بتكون سليمة تماما ما فيه شيء تخطيط القلب يشبه بشكل كبير تخطيط القلب اللي بيحصل في الجلطة القلبية فيه ارتفاع في إنزيمات القلب تماما كأنه في حالات الجلطة القلبية إلا أنه الارتفاع بيكون محدود إما بسيط أو متوسط وبعدين عادة ارتفاع سريع بحالات الجلطة القلبية الارتفاع ما هو سريع إلا أنه بيصل إلى مستوى عالي جدا أحيانا وبيستمر لفترة أطول بمتلازمة القلب المكسور فيه ارتفاع بإنزيمات القلب لكنه ارتفاع حد سريع وبيزول بسرعة لكنه بالنتيجة الإصابة اللي بتحصل في القلب بتأدي لضعف عضلة القلب يقال بأنه سبب حدوثها كونه أنه الشرعين الكبيرة في القلب اللي هي على سطح القلب أو الشرعين التاجية سليمة يعني بالقسطرة يتبين أنه الشرعين هذه سليمة ما فيها شيء التفسير الآن أنه الأوعية الصغيرة اللي هي ما بتبين عادة بالقسطرة اللي هي المجهرية اللي هي داخل عضلة القلب بتدخل بحالة انقباض شديد بفعل تعرض الشخص لضغط نفسه شديد فليكن مثلا عادة نساءهم غالبيتهم نساء فليكن مثلا طلاق مثلا أو فقدان زوج أو فقدان ابن مثلا أو فقدان وظيفة بشكل طارئ يعني تعرض لضغط نفسي شديد جدا أحيانا تعرض لحادث سير مثلا أحيانا تعرض لتشخيص مرض أنه مثلا تشخص بأنه تبين وجود كانسر وتبين وجود سرطان أو أنه يعني خسران مبلغ كبير جدا من المال أحيانا الغريف الموضوع أنه حتى المفاجأة بشيء قد يكون الشيء مفرح أنه واحد كسب مليون دولار مثلا بيصير عنده أعراض جلطة يعني المشكلة فيها أي شيء بيأدي إلى ارتفاع بهرمونات الأدرينالين والنور أدرينالين بشكل مفاجئ أحيانا الاحتفال بعيد ميلاد مفاجئ ممكن يأدي لهذا الشيء فلي بيحصل هو ارتفاع مفاجئ بالهرمونات الأدرينالين والنور أدرينالين كما يقال أنه بتأدي لانقباط شديد في الأوعيم داخل عضرة القلب هذه هي متلازمة القلب المكسور فبيحصل فيه انقباط شديد للأوعية الدقيقة داخل عضرة القلب وهذا بيأدي إلى كما نرى هون بيأدي إلى أنه قمة القلب وبطن القلب بينتفخ كأنه بالون إلا أنه جزء السفلي من عضرة القلب يبقى طبيعي وحتى حركته بتكون طبيعية هذه الصورة بتمثل الموضوع كيف أنه بصير فيه على شكل بالون قمة القلب وبطن القلب مقارنة بالشيء الطبيعي لهو على اليمين الطبيعي لهو على اليمين اللي على اليسار هو وليما هو طبيعي قمة القلب ما فيها حركة فهو إذن تأثير كما هو واضح في الصورة هذه تأثير ارتفاع الأدرينالين والنور الأدرينالين بفعل التعرض لعوامل خارجية شديد الضغط نفسي شديد بيأدي إلى أنه عضرة القلب الصيحة زي البالون طبعا هذا بيخلي المريض يدخل بحالة تشبه تماما حالة الجلطة بيضطر الطبيب الإدخاله للعناية الفائقة العناية المركزة ويعارج وكانوا عندهم جلطة قلبية أحيانا هذه هي الأربطة التي تمسك الصمامات ممكن تتأثر ممكن أنه يقطع أحيانا واحد منها في حالات نادرة والأسف أن القلب نفسه ممكن أنه يترهر وبعدين يفتح يصير فيه يعني فجأة أنه يفتح القلب وأدي أحيانا لي وفان في حالات نادرة جدا الشيء الكويس في الموضوع أنه غالبية الحالات يتحسن الغالبية العظمى من الحالات ولو أنه في حالات نادرة المريض هاي الصورة اللي هي بالألترا ساوند بالأكو كيف أنه قمة القلب عاملة زي البالون متوسعة يعني بينما الأماكن الأخرى طبيعية فغالبية الحالات عادة تشفن خلال شهر إلى إلى ثلاث شهور على عكس حالات الجلطة القلبية نادرا ما إنه الحالة تأدي لي وفا الوفا قد تكون بسبب صدمة قلبية يعني هبوط قلبي حاد أو قد تكون بفعل اضطراب كهربائي شديد ممكن يأدي أحيانا لي وفا مفاجئة وأحيانا ممكن المريض يعني يعني يضلوا في أعراض قصور القلب أعراض احتقان القلب لفترة طويلة طيب دكتور هلأ تفضلت قلت أنه هي بتشبه أعراض الجلطة ولكن وضع الشريين بهاي الحالة ما بيكونوا مسكرين يعني الشريين بيكونوا بسحة أفضل من لما يكون جلطة ولكن هي نفس أعراض الجلطة طب علاجها نفس الشيء أو كل طبيب بيقدر يشخص أنه هذه مش جلطة يعني هي بروكن هارت سندروم والله موضوع العلاج يعني زي ما حكيت في البداية أنه ارتفاع الإنزيمات بيكون أقل من حالات الجلطة القلبية وبعدين بيكون ارتفاع حاد وبعدين بيبدأ ينزل بسرعة هذا واحد ثانيا التخطيط القلب الكهربائي الكهربائي القلب بتختلف شوي عن التخطيط اللي بيكون بحالات الجلطة في فروق بيعرفها الطبيب عادة ممكن يكون ارتفاع بوصلة ST أو نزول بوصلة ST أو تغير طب نفس العلاج وش بيكون العلاج؟ العلاج عادة يعني بدخل المريض عادة عناية بالعناية الفائقة بيأخذ العلاجات المسكن اللازمة وأكسجين وإذا كان الضغط منخفض بيأخذ علاجات اللي ترفع ضغطهم إذا كان في عنده عدم انتظام كهربائي لا بد من معارجة عدم الانتظام الكهربائي وللأسف أنه في بعضهم بيدخل بصدمة كهربائية إنه ضغطه بينزل بنزول شديد ممكن أحياناً نضطر نحطه مع الجهاز التنفس الاصطناعي بس اللي كويس في الموضوع أنه معظم الحالات بالنهاية تشفى ولو أنه أحياناً قد تكون الحالة صعبة دكتور نسبة الإصابة بالأردن أدي عندنا منتشيرها؟ بالعالم كله نسبة الإصابة هي تقريباً 2% من الأشخاص اللي بيجوا للطوارئ بحالة تشبه حالة الجلطة فقط 2% هم اللي عندهم هذه الحالة تلازمة القلب المكسور إنما هي ما هي جلطة قلبية ما في خسرة داخل الشرين إنما هي الأوعية الدقيقة داخل عضلة القلب بتتشنج وبتأدي إلى تراهل عضلة القلب كأنها بالونة طيب دكتور تفضلت بالبداية أنه هي بتصيب السيدات أكتر من الرجال وخاصة بالخمسينات أو بالستينات من العمر ليه بالضبط الستينات معرضين أكتر يصابوا فيها؟ يعني في هذا العمر يصبح فيه فقدان لهرمون الأستروجين بعد انقطاع القمس يعني فنسبة الأستروجين بالدم تكون أقل هرمون الأستروجين عند النساء بيعمل حماية ضد الارتفاع المفاجئ بهرمون الأدرينالين والنور أدرينالين اللي هي عادة بترتفع بحالات الصدمة فلأنه هو منخفض ففعلياً بتعرضوا لأثر الهرمونات بشكل مفاجئ بيأدي هذا لانقباض الأوعية وتأثر الخلايا الدقيقة داخل الأوعية الدقيقة داخل عضلة بس ممكن سيدات أقل من هاي الأعمار تصاب ممكن ولكن بحالات نادرة تقريباً يعني أقل من 5% من الحالات بتكون دون الـ 50 من العمر لكنه الغالبية العظمة فوق الـ 50 من العمر يعني مش ما إلها علاقة دكتور لأنه المرأة حساسة أكتر من الرجال نعم صحيح صحيح فأنا دائماً نحكي أنه يعني رفقاً بالقوارير ممكن بهذا العمر بيفقدوا زوجهم بيفقدوا حداً من أولادهم أو بمر يعني أصلاً الحياة بتصير معرضة لصدمات كبيرة شكراً إليك دكتور زاهر الكسيح أهلاً وسهلاً فيك بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي اشتركوا في القناة